إذا كان هو مقرر ده فهنبدأ لشوية حاجات وننبع على شوية حاجات مهمة في التعافي وهو مثلا أن الزوج إذا قرر أنه يمشي مع زوجته في رحلة التعافي أنه هو ما يكونش بيزهق أو يشتم ويضرب وهي كانت في الحقيقة اللي خلاها لجأت لده وده مش تبرير أنه هو بيعنفها فهي محتاجة لطبطبة وهي بحثت عندها فضلت الطريق ولذلك لابد أن يتوقف الزوج عن كافة أنواع العنف معها لأنه لا بيأكد لها أن هي الحالة اللي هي عملتها دي كانت صحيحة صحيح ده من النفس الأمارة بالسوق ودي من الغواية بس نحن لازم نتوقف ده فأول حاجة لازم ساعتها نبتدي في مرحلة التوبة وساعتها لازم بشكل واضح نبتدي في مسألة الاحتواء العاطفي من الزوج ساعتها يبتدي يعمل حالة من حالات الإشباع العاطفي وهي تبدأ في مرحلة من مراحل التوبة الزوج تبتدي تقلع وتدخل بقى في مدخل التعافي ويبقى الزوج ساعتها يفوق ويعرف احتياج زوجته كان إيه؟ وساعتها نبتدي بالإجراءات التالية أول إجراء الاعتراف بالخطأ والاعتذار والاعتراف بالخطأ والاعتذار لازم يكون بشكل واضح من الزوج بشكل واضح ولابد أن هي ما تحاولش تقدم مبررات لأن تقدمها للمبررات هيجيه لوقت مش بنقول أن هي هتبرر لكن تقدمها هو إيه السبب اللي دفعها إلى ذلك هيأتي في خطة التغيير هيتقال في ساعة عنوض نتكلم فيها ونقول كل حاجة وساعتها هتقول اللي عندها لكن في الأول خالص لازم يبقى اعتذار خالص ليس فيه أي شكل من أشكال التبرير لأن في بعض الأحيين بيبقى الشخص المغدور بيه اللي هو في المثال اللي احنا ضربناه دوات الزوج لأنه ممكن يكون الزوج على فكرة برضو المغدور بيه بيكون المغدور بيه إيه اللي حاصل أي محاولة ليه بيان الأسباب في اللحظة دي هيفهم أنه هو تبرير وساعتها مش بنبدأ في مرحلة التعافي للمغدور بيه أبداً لأنه شايف أن الشخص مش معترف بخطأه ومش عايز يخرج من خطأ فيبقى اعتراف بالخطأ واضح ليس فيه أي بيان للأسباب الحاجة الثانية ودي شيء مهم جداً 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 فيه علاج مسألة الخيانة الإجراءة الثانية اللي ابتعاد عن كل أشكال العنف زي ما قلنا من الزوج والكلام السيء أو التذكير بهذه الأمور أو المعايرة ده بيبقى في طرف الزوج طب الزوجة وكمان هو الزوج كمان لازم يتوقف الإجراءة التالت لازم الزوجة يتوقف عن طلب التفاصيل هو خلاص عرف وتتمسك الزوجة إن هي ما تقولش التفاصيل مدفوعة ما تقولش التفاصيل غير تفاصيل اللي هي قلتها في الاعتراف لأن أكثر من كده هندخل في مسألة الفتح مش في مسألة ومش عن ضيع مبدأ الستر وأي صور أو محادثات لازم بعد هذا الاعتراف تذهب لأن في بعض الأحيان بيدمن الزوج إن هو يرجع كل شوية كل ما يهدى يرجع كل شوية إلى هذه الصور وإلى هذه الملفات فهذه الملفات لابد أن احنا نتخلص منه الإجراءة اللي بعد كده وهو الإجراء الرابع لازم يبقى فيه خطة تغيير وخطة التغيير بتبتدي بخطوات التوبة والندم والإقلاع عن الذنب ويبقى فيه إجراءات تتعلق بتحسين العلاقة بالعبادات والعودة إلى الانتظام في الصلوات لما كانش فيه صلوات نبدأ نزيد في العبادة وفي الأذكار وخاصة في الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إجراء الخامس وده مهمة قوي قوي رد المظالمين بجبر خاطر المخدور بيه اللي هو الزوج وإحنا بنفضل في الأحوال اللي زي دي حاجة مهمة قوي لو كانت الأدية الأساسية في مسألة الخيانة كانت الهاتف الموبايل فإحنا بنفضل إن الموبايل ده يبتعد عدة أشهر مش أقل من ثلاثة أشهر ولو كان ضروري نستخدمه نستخدم موبايل مفوش مش من موبايلات الاسمارتفون يبتعد التلفون تماما عشان نقدر نتعافى وممكن ما نستخدمهوش إذا كنا مش محتاجين إن احنا نستخدمه إلا في الضرورة القصوى وممكن نستخدم أدوات أخرى زي تلفون البيت أو تلفون الزوج أو تلفون الأولاد بس في الأخ خالص نبتعد عن هذا المصدر اللي كان سبب من أسباب الوقوع في هذا الغدر الإجراء المهم كمان تغيير البرنامج اليومي بس إحنا بنغير البرنامج اليومي لازم ندخل فيه أشياء جديدة ويبقى فيه أشياء مبهجة عشان ما يبقاش الشخص يبقى إنه عنده حاجتين إما لزة الغدر وإما قسوة التوبة لا عايزين برضو يدخل في البرنامج وعندما يتغير أشياء مبهجة عشان يحس إنه هو حياته فيها أشياء ممكن تسعده وتبعده عن لزة الشهوة ولزة الخيان والأشياء دي لازم يكون جزء فيها زي ما قلنا يتعلق بتحسين علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتغيير الجفوة التي بينها هو بين الله الجزء الأخير اللي احنا لازم نأكد عليه القرب من بين شريك الحياة الدائم يعني لازم يكون الشخص الذي قام بالغدر قريب من شريك الحياة قريب من شريك الحياة عشان يطمئن إنه هو خلاص بتعد عن كل موارد الشك ولكن لازم نلاحظ إنه في القرب ده ما يكبس على نفسه يعني الزوجة التي غادرت بزوجها تبقى قريبة جدا جدا من زوجها طول الوقت بتشقر عليه طول الوقت جنبه بس أكيد ما تكبس على نفسه لأن واسعتها في الحقيقة مش هيبقى دوت أحسن حاجة اللي انا قلته ده ولابد إن احنا ليه طيب هي تبقى قريبة منه عشان يبتدي يشوف الصفات الحسنة ويشوف التغيير الحقيقي عليها عشان يقدر يثق ويسترد ثقته فيها يا سادة اللي انا قلته دوت من الإجراءات دي إجراءات كلها جاية زي ما بقولوا كده جاية من المعمل جاية من جلسات الإرشاد الزواجي كلها إجراءات جربت وكانت في الحقيقة لها أثر بالغ على الخروج من أزمة الخيان لأن في الحقيقة أزمة الخيانة بتبقى بتنزل على المغدور زي السعق وساعات بتوصل الإنسان الغادر إلى إنه خلاص بيعتبر إن الخيانة والأذى بقى جزء من شخصيته وإن هويته انطمست خلاص لا أي حد يستطيع أن يرجع من أي نقطة سيئة ويرجع فيها إلى الله ويرجع إلى قيمه ويرجع إلى أخلاقه خلينا نساعد الناس بالاستشارة وبالدعم وكمال بالمؤاذرة عشان يدخلوا ويقوموا بكل ده